مساء الخير معكم مهند السام الرائي من قناة ديزاين يتيوب موضوعنا اليوم راح يكون على برنامج الأدوة بريميرا اليوم راح يكون الدرس الأول بالنسبة لدورة تعلم هذا البرنامج اكيد اكو كثير من المواضيع المهمة الي يجب ان نفهمها مسبقا قبل الدخول الى ادوات البرنامج او كيف نستخدم هذا البرنامج حتى ننتج عمل كفيديو مبدئيا هذا البرنامج يعتبر برنامج ايديتينج يعني انت ممكن تسوي اي فيديو او تشتغل اي شيء الى مدة طويلة يعني يتعامل مع كل الفيديوهات يتعامل مع كل الصور انت ممكن نضيف كل الاشياء كل الاشياء الي شوفوها بالقنوات او بالبرامج التلفزيونية بصراحة هي فعليا مصنوعة من خلال هذا البرنامج بنسبة ممكن تكون حتى 85% او 90% ممكن اضافة التأثيرات من برامج ثانية كالادوبي افتر افكت وممكن في بعض الاحيان نستدعي او نستخدم بعض البرامج لتحسين الصوت مثلا الادوبي ادوشين او ممكن اذا نريد نضيف بعض الصور او بعض الاشياء الي بها امكانيات عالية او كواليتي عالية مثل ممكن نستفاد من اشياء موجودة على الادوبي الاستياتر نستخدمها ايضا من ضمن العمل لكن بالنهاية كل الاشياء هيتصب في هذا البرنامج حتى ينتج العمل عندك بشكل نهايي حتى نبدأ في هذا البرنامج من الاساسيات او من المهم جدا ان تتعرف على واجهة البرنامج مبدئيا فاذا نروح نفتح برنامج الادوبي برمير اكيد هاي الواجهة الرئيسية اللي تظهر عندك اذا تشوف هنا عندك اللي هو الورك اي واجهة العمل وعندك الليرن الليرن اللي هي الفيديوهات التعليمية المتاحة اللي انت ممكن تدخل عليها وتتابعها حتى تعرف شن الاشياء اللي ممكن ان تصنعها من خلال هذا البرنامج اذا تنتبه هنا انت بس اكون اونلاين يعني مباشرة اي شي اسوي ممكن اضيفة للعمل مالتي او البروجيكت اكيد اذا تنتبه هنا اول شي عندك اللي هو الريسينت او قبلها كنت اشتغل على هذا البروجيكت فاذا كان عندك انت فاتح كثير ملفات تخص الادو برامير كبروجيكت تأكيد راح تلاقي هين كل هين موجودات في هذا المكان ممكن أن تستدعي أي واحد مجرد تضغط عليه راح يروح يبتحى نفس البروجيكت بدون ما تروح أنت على الويندوز وتختار من ضمن الملفات اللي أنت مسايفها في مكان معين بعدها عندك اللي هو السي سي فايل السي سي فايل بصراحة هو المكان اللي أنت من خلاله ممكن أن تسايف عملك بالضبط هو يسوي هولد الأشياء اللي أنت تشتغلها الملفات إذا اشتغلت فايل معين ملف معين أنت ممكن تسايفها في الادوب كريايتف كلاود اللي من خلالها أنت ممكن أن ترجعها بأي وقت بيكون عندك موجود عندهم بدل ما تسايفها على الهارد عندك أنت ممكن تسايف عملك أو أي شغل أنت تشتغله ممكن تستفاد منه فيه يعني وقت ثاني أيضا الحلو بالموضوع إذا أنت ما كنت موجود في البيت ممكن تكون موجود بالعمل وداخل منكم بيوتر ثاني أنت ممكن تدخل على الأكاونت مالتك وتستدعي شغلك اللي أنت كنت مشتغلة ومسايفة لأدوبي كريايتف كلاود أو النسخ الأخيرة من أدوبي بريمير وأفتر إفيك تدعم هذا الموضوع بحيث يصبح أمكانية أنه عندك سيرفر معين تخزن بكل شغلك بالنسبة للأدوبي أيضا عندك هنا اللي هو السينك سيتنج السينك سيتنج اللي أنت من خلاله ممكن أن يعني تدخل على الإيميل اللي أنت مشارك به مع أدوبي ففرضا أنت يكون عندك أكثر من إيميل كل إيميل ممكن لما تدخل تلاقي سيتنج معين أو شكل معين أو إعدادات معينة أنت سوي لها سيتاب أو منصبها عندك كشكل كمضمون تخص الكيبورد شورتكات اللي هي الاختصارات اللي أنت ممكن تضيفها أو حتى إذا أنت كنت مغير في إعدادات السيتنج الخاصة بالبريفيرنسيز راح تلاقيها أيضا من ضمن هذا الموضوع أيضا إذا أنت كنت مغير الشكل كأنه الوركسبيس الخاص بك كشكل أنت ممكن أيضا أن تلاقيه موجود لما تدخل على الإيميل اللي أنت تريده حتى تسجل أو تغير الإيميل أنت ممكن تستخدم يوز سيتنج فروم ديفرينت أكاونت أنه أضيف أكاونت ثاني إذا أنت كنت يتسجل على الأكاونت أو تدخل أكيد لازم تدخل هنا على سينك سيتنج ناو إذا أدخل هنا أكيد راح تظهر عندي هاي الصفحة هاي الصفحة مكتوب بها الإيميل اللي أنا حاليا أشتغل عليه ممكن مجرد أنزل الباسورد بعدها ممكن نسوي ساينين أكيد يأخذ وقت حتى بس يسوي لوجين ويا الأكاونت أو الإيميل اللي أنت تشترك فيه مع أدوبي لا تنتبه مباشرة طال عندك أوردي أنه أنت مسجل أونلاين الآن أي شيء يسوي أي تغيرات ممكن تنخزن من ضمن هاي الإيميل إذا أنت كنت حاب تخزنها أكيد مجرد تسوي لها سيفينج وراح ممكن نتطرغل هذا الموضوع في الدروس القادمة أو ممكن في الدرس القادم ما أعرف إذا أنت كنت تشتغل على هذا الإيميل لكن محتاج أشياء أنت كنت مشتغلها أو موجود عندك على إيميل مختلف مجرد تسوي use setting from different account تضغط هنا وتروح تسوي تسجيل بأكاونت مختلف هذا ما يعني sync setting حتى بس أنه تلاقي كل شيء هنا عندك new project أنت ممكن هس تضغط على new project وتصنع project وتبدأ شغلك عليه كإضيف أي شيء أو حتى تختار resolution معين setting معين وبعدها تبدأ مباشرة أنه تضيف عليه كل شغلك وتصدره بالنهاية كفيديو عندك هنا open project إذا كان عندك project أنت مشتغل عليه من زمان أو حتى إذا كان عندك project أنت ما مكمل بيش شغل ممكن تضغط على open project وتروح تفتحها في بعض الأحيان لما تضغط على open project إذا كان البروجيكت قديم راح تظهر عندك رسالة أنه هذا البروجيكت قديم فترة معينة أنت الآن على أصدار مختلف يحتاج بس يسوي update ممكن يتغير الاسم ويسوي لupdate مباشرة راح يفتح عندك البروجيكت القديم على الإصدار الجديد اللي هو في رضاً 2017 ويمشي الحال عندك ويشتغل مباشرة عندك هنا اللي هو new team project أو open team project بصراحة هاي الفقرتين تخص الناس اللي تشتغل ضمن team معين يعني أنا ممكن أكون أشتغل من ضمن شركة هاي الشركة بها عدة أشخاص يشتغلون على نفس البروجيكت أنا ممكن أشتغل على البروجيكت مرحلة معينة أو section معين وغير شخص يشتغل section ثاني أو حتى إذا كان يشتغل على نفس الشي فرضاً واحد يصلح الألوان والثاني مثلاً يسوي تعديل على تقطيع أو إضافة أي شيء ثاني هذا الشيء يتمكن يعني الشخصين من أنه كل شيء يضيفوه يسيفوه بحيث أنا لما أجي بعدهم ألاقي التعديلات اللي هما أجرعوها هذا أكيد أنت يعني تشتغل البروجيكت الخاص بيك وتخليه ضمن سيرفر معين متفق على الشركة أو حتى إذا كان ضمن يعني مكان واحد ممكن يكون أكو hard external اللي هو يزنون بكل أعمالهم وممكن يسوي log in أو حتى ممكن عن طريق سيرفر الخاص بأدوبي أو كثير من المواضيع فهذا الموضوع يستخدم الناس اللي يشتغلون أكثر في الدول الغربية بصراحة لأن إحنا دائماً يعني يكون القناة مو على شخص واحد أنه يكون على عدة أشخاص فلهذا يسوي مشاركة بين الأشخاص وهذا الشيء بصراحة بالنسبة للمستقبل راح يكون إلى أهمية أكبر والناس ممكن اللي تشتغلوا بمستوى احترافي تستخدم هذا الشيء أكثر أو تكون مهتمة أن تفهم كل ما يدور حول هذا الموضوع طيب هنا عندك اللي هو أنه أنه أنت ممكن تسوي سيرتش الأدوبي أنت ممكن تكون محتاج أو أي شيء فيديو أو أي شيء ممكن مجرد تكتب بالبحث فرضاً إذا كتبنا الفوتو ١٩٢٠ فرضاً والسوي تضغط على أكيد راح يفتح عندك الويب سائت هنا مباشرة تنتظر شوية راح يظهر عندك يعني الفوتوج أو الفوتو اللي بهذا القيمة أو بهذا الريزيليوشن ممكن أكيد أن تشتري أو ممكن أن تحملها إذا كانت فري حسب لكن القصد أنه من خلال هذا أنت ممكن مباشرة تذهب على الأدوبي ستاك إذا كان إميج أو ممكن حتى تختار أنه تحدد الشيء اللي تريده إميج فيديو تامبلت أو ثري دي أو كل هذا الأشياء يعني إذا كنت محتاج شيء مباشرة راح تحمله وتشتغل عليه بصراحة غالباً ما يكون ممجاناً بعض الأشياء تكون مجاناً أو إذا أنت سجلت راح ينطوك أنه تحصل على عشر صور مجانية وبعدها أكيد بس حتى يهيئوك حتى تشتغل هذا يعني بس أنطيك فكرة عليه ممكن كثير من الناس ما تستخدمها أنا بصراحة أتوقع الناس اللي تشتغل البزنس ممكن تستخدمها لأن أنت ممكن تكون محتاج فوتوج مثل هذا الذي تشوفها حتى تضيف عليها في هذا الموضوع أو تكون أنت مشتغل شيء الشركة محتاجة أن تقدم عرض أزياء مثل ما تشوف أو هيك شيء فأكيد أنت تحتاج تاخذ فوتوج بكواليتي عالي هالأشياء ما تلاقيها موجودة على اليوتيوب أو تلاقيها بغير مكان فيحتاج أنه تدخل هنا وتشتريها وممكن يعني مثل ما تشوف أنه يبين عندك أنه ممكن أنت تشتريها وحتى ممكن أن تضيفها للليبري الخاص بي كذا تنتبه هنا أنا ديزاين تيوب موجود عندي ماي لايبري فوتوشوب ديزاين أكيد هالأشياء أنا منصبها من ضمن الأكاونت مالتي لهذا بينات هنا وأشياء تخص البريمير والأدوبي أفتر إفكت وحتى ممكن أشياء تخص الأدوبي فوتوشوب كثير من المواضيع بصراحة لكن أنا بس حاب أنطيك فكرة حتى بس ما تكون يعني يكون شيء غريب هذا تقريبا كل ما يخص واجهة البرنامج بعدها أكيد حتى نروح ونشتغل نيو إيميج أو نيو بروجيك نضغط على نيو بروجيك راح تفتح عندك هاي القائمة هاي القائمة أكيد أول شيء أنت راح تسمي العمل مالتك مثلا مبدئيا عندك اللوكيشن اللي راح تخزن بي العمل مالتك إذا تنتبه هنا أنا راح يكون على السي في حالة أنه أنا يعني إذا أشتغل على الكمبيوتر واحد بمكان معين واحد فالأحسن أن يكون شغلك على السي ليش راح يكون أسرع بصراحة بينما إذا أنت كنت يعني تشتغل في شركة وتحتاج أنه دائما يكون عندك إكسترنال تستخدمه أو تسيف بي كل عملك فأكيد توجه البراوزر هذا إلى الهارد إكسترنال اللي هو يعني الخارجي وتسيف بي عملك أيضا هنا عندك ممكن بالنسبة للفيديو والأوديو والكابتشور راح تخليها نفس ما هي ما يحتاج تغير أي شيء بيها بصراحة وعندك هنا السكراتش ديسك اللي هو منتخلها لأنت ممكن أن تسيف أيضا نفس الحالة يعني أنه تسيف عملك في مكان معين أنت حسب ما يناسبك أنا ممكن أشياء تناسبني أن تكون موجودة بالهارد وأشياء تكون موجودة على الويندوز على السي أقصد بالديكيومنت فهذا الشيء يعتمد عليك فإذا كان شغلك على كمبيوتر واحد بمكان واحد الأفضل أنه تخليها مسيفة على السي باليوزر الخاص بالديكيومنت الخاصة بالأدوبي بصراحة راح يكون أسرع أنه البيانات تنتقل أو تبين عندك حتى البرنامج راح تشوفه أسرع أما إذا كان شغلك خارجي وبأماكن متفرقة أو من مكان للمكان من كمبيوتر لكمبيوتر أكيد أنصحك أنه تحدد البروزر مارتك إلى الهارد اكستيرنال أنا بالنسبة لهاي كل الأشياء راح أخليها على السي لكن بس فقط أنه البروجيكت أو الفيديو فيو فقط الفيديو فيو ممكن أخلي من ضمن الدي هنا أوكي أدوبي هنا أوتو سيف أوكي ممكن أسوي سيلكت فولدر فقط وأيضا الأوديو ممكن أوجهها لنفس المكان الأو تو سيف هنا أوكي أما باقي الأشياء فراح أتركها نفسها كلها على سي لأن راح أشتغل أنا غالبا ما أشتغل على الكمبيوتر بالنسبة إذا كان شغل خاص بي لأن أشياء الخارجية أكيد راح أشتغلها على الكمبيوتر مختلف فتقريبا هذا كل شي مجرد أضغط أوكي وأسوي لها يس راح مباشرة تبين عندي الصفحة الخاصة بالبرنامج وأكيد الدرس الثاني راح نتطرق لكل ما يتعلق بهاي الواجهة ونفهم كيف ممكن نتغير الواجهة بحي تتناسب مع شغلك أو تتناسب شكلا تتناسب مع أنت كيف تكون حاب وهذا الشي يعتمد عليك أكيد لكن أنا بس راح أعطيك الفكرة أيضا أكو عدادات يعني ممكن نتطرق لها كيف ممكن نتغيرها حتى يتناسب معك يعني عملك على هذا البرنامج هذا تقريبا كل شي بالنسبة لدرس اليوم حبيت بس أركز على الواجهة الرئيسية وأنطيك فكرة معينة وأكيد بعدها راح نبدي بالدرس القادمة ونأخذ المواضيع يعني اتباعا شيء بعد شيء حتى بس نصل أو أعطيك فكرة أكثر على هذا البرنامج اللي أنا أعتبره من أهم البرامج اللي ممكن أن تفيدك إذا كنت تشتغل بقناة أو تشتغل للشركة أو حتى تشتغل تصاميم خاصة به وبصراحة أكو فرق بين أنك تشتغل في مكان معين عن ثاني وهذا موضوع ثاني ممكن أن نتطرق لأن أكوى الشيء أنت لازم تكون فاهمها خاصة الأشياء الحديثة أو التطورات اللي موجودة من ضمن أدوبو اللي من خلالها أنت ممكن أن تحصل على ملفاتك بأي وقت من أي مكان أو إذا كان عندك أجهزة مختلفة كيف ممكن أن يعني تلاقي بسهولة أو ترسل عملك لشخص ثاني وهكذا حتى أكوى أشياء تخص البيع والشراء بصراحة بالنسبة لأدوبو هذا الشيء أيضا يحتاج لوقت أو يحتاج لدرس ثاني ممكن أن نتطرق لهذا المواضيع هذا كل شيء بالنسبة لليوم أتمنى لكم كل الخير كان معكم مهند السام الرأي من قناة DesignTube مع السلامة